اشتركوا في القناة ان شاء الله كما قلنا سابقا بأننا سوف نأخذ انعكاس الضوء ولكن طبعا قبل هذا كله كما تعودنا في دروسنا سوف نبدأ بالتذكير ببعض المعلومات المهمة نرجو ان تتابعونا اعزائي الطلاب طبعا كما قلنا سابقا بالنسبة للضوء تعريف الضوء طبعا هو شكل من اشكال الطاقة ويؤثر في العين ويحدث الافصار ويمكننا من خلاله رؤية الاجسام من حولنا طبعا قسمنا الاجسام الى اجسام المضيئة واجسام مستضيئة اجسام مضيئة وهي الاجسام التي تعطي الاضاءة كالنجوم والشمس وإلى آخره اما الاجسام المستضيئة وهي اجسام تأخذ الطوء أو تستنير به كالقمر والكتاب والشجرة وإلى آخره ايضا عزائي الطلاب تكلمنا عن الطول الموجي المرئي الطول الموجي المرئي يتراوح بين 400 نانومتر الى 700 نانومتر وتكلمنا ايضا عن واحدة النانومتر وهي واحدة من واحدات المتر وتحويلها الى المتر نضرب ب10 أس لب 9 ايضا بالنسبة الى الضوء ينتقل بوسطة امواج كهرومناطيسية او على شكل عفوا امواج كهرومناطيسية هذه الامواج الكهرومناطيسية هي عبارة عن امواج تتكون من مجال كهربائي ومجال مغناطيسي عندما يحصل بينهما تعامد فانه ينتج دين امواج كهرومناطيسية تتصف بصفات الامواج الكهربائية والامواج المغناطيسية بنفس الوقت أيضا تكلمنا عن خصائص الضوء عزيزي الطالب لدينا هنا أربع خصائص مهمة الخاصة الأولى بأن الضوء في الأوساط المتجانسة في الأوساط المتجانسة ركز معي يسير وفق خطوطة مستقيمة أيضا يوجد لدي خاصة هنا مبدأ استقلالية الأشعة أي الأشعة الضوئية وهي الخاصة الثانية أو الصفة الثانية أي الأشعة عند تقاطعها فأنها كل شعاع يتابع مساره بالمسار المحدد له وبدون أن يندمج مع شعاع آخر الخاصة الثالثة أو الصفة الثالثة من صفات الضوء لا يحتاج الضوء إلى وسط مادة للانتشار بل يمكن انتقاله بالفراغ الخاصة الرابعة يسير الضوء بسرعة ثابتة وهي السرعة التي تتكلمنا عنها بشكل مهم جدا قيمتها 3-14 أو 8 متر على الثانية طبعا وقلنا بأن سرعة الضوء هي سرعة عالية جدا ويمكن حسابها أو هي تحسب بوسطة قانون C يساوي لامدا مضروب بF لامدا طبعا وهو الطول الموجي F وهو التردد الضوئي وحط الطول الموجي وهي المتر واحدة التردد وهي الهرتز وهذا يعني بأن متر مضروب بالهرتز سوف يعطني متر على الثانية وهو ما يقابل واحدة السرعة طبعا ما سلوك الضوء في الأوساط المختلفة سلوك الضوء في الأوساط المختلفة قلنا بأن عند وجود شعاء شعاء يمر من خلال جسم شفاف لديها ثلاث احتمالات الاحتمال الأول وهو أن ينعكس هذا الضوء الاحتمال الثاني بأن يتابع مساره وبدول عائق الاحتمال الثالث وهو أن يمتص جزء منه ويمكن أن تحصل الثلاث احتمالات مع بعضها البعض وقسمنا طبعا المواد إلى مواد شفافة مواد شبه شفافة ومواد عاتمة مواد شفافة كما قلنا وهي مواد تسمح بمرور الأشعة الضوئية مواد شبه شفافة تسمح لبعض الأشعة بالمرور والأشعة الباقية يمكن امتصاصها المواد العاتمة وهي التي لا تسمح بمرور الأشعة أبدا إلى هنا طبعا تكلمنا أيضا عن الظل الظل وضحنا خمس نقاط رئيسية في موضوع الظل في درسنا السابق وتكلمنا عن الظاهرتين الطبيعيتين الهمتين عزيزي الطلب وهي ظاهرة الكسوف وظاهرة الخسوف وتكلمنا عن الفرق الجوهري بينهما بأنه في ظاهرة الكسوف القمر هو الذي يحجب نور الشمس عن الأرض أما في حالة الخسوف يحدث العكس الأرضية التي تحجب نور الشمس عن القمر طبعا وحللنا بعض الأسئلة المهمة هنا الآن سوف ننتقل إلى أنعكاس الضو الأنعكاس وهو حادثة بسيطة جدا الكثير مننا أحيانا يمكن أن يمزح مع أصدقائه بأن يمسك مرأة ويعكس الأشعة الشمسية عليه كنوع من المزاح اللطيف طبعا هذه ظاهرة تسمى ظاهرة أنعكاس الضو هذه الظاهرة يمكن أن نقرأ عليها هنا قليلا لا بد أنك رأيت صورتك في المرآة البيت أو في مرايا الصالون الحلاقة وهذا يعود إلى ظاهرة أنعكاس الضو وهي ارتداد الأشعة الضوئية وارتداد شعاع الضوء الساقيت على سطح السقيل سطح السقيل أو مسقول يعني مسقول إلى درجة اللمأ يعني يمكن أن يلمع إلى نفس الوساط الذي قدم منه وظهرت الأنعكاس طبعا مرت معنا رسمي في الدرس السابق هنا هذه هي ظاهرة الأنعكاس هذا عمود يسمى عمود مقام أو عمود القائم تمام على هذا السطح يمكن هذا السطح أن يكون مرآة أو أي سطح معدني ولكن يجب أن يكون مسقول يسقط هنا هكذا الضوء الساقط ومن ثم يحصل الأنعكاس ويصعد الشعاع المنعكس طبعا وهنا يوجد لدي العمود القائم هكذا بينهما عفوا ثانية فقط العمود القائم هكذا بينهما وهذه الزاوية تكون زاوية الأنعكاس وهذه الزاوية تكون زاوية السقوط سوف نتكلم عنهما الآن بشكل مفصل أكثر طبعا كما قلنا تعريف الأنعكاس يمكن أن تكتب مع عزيز الطالب هي ارتداد الشعاع الضوئي من أسطح الأجسام المسقولة إلى نفس الوسط نعيد هي ارتداد الأشعاع الضوئية من سطح الأجسام المسقولة إلى نفس الوسط يوجد لدينا بعض المفاهيم المهمة التي يجب أن نتكلم عنها في موضوع الأنعكاس أيضا يوجد لدينا هنا رسمة كما رسمنا أو عفوا كما تكلمنا على بعض المفاهيم التي في الرسمة السابقة كما قلنا هذا هو الشعاع الساقط هذا الشعاع المنعكس هذا عمود مقام في المنتصف هذه الزاوية هذه الزاوية يزاوية السقوط هذه الزاوية يزاوية الأنعكاس وطبعا هذه هي مرآة مستوية بعض المفاهيم المهمة هنا التي يجب أخذها بعين الأتبار الشعاع المنعكس هو شعاع الضوئي طبعا تعريف مهمة فقط يجب أن تفهمها عزيزي الطالب هو شعاع الضوئي الذي يرتد عن السطح العكس ويمثل بالرسم بخط مستقيم في نهايته سهم طيب العمود المقام وهو هذا العمود عزيزي الطالب الذي تكلمنا عنه في المنتصف أزلها نزيل هذه ثانية فقط هذا هو العمود المقام عزيزي الطالب وهو العمود في المنتصف طيب هو المستقيم العمودي على السطح العكس من نقطة السقوط يجب أن ننتبه إليه طبعا جميعها عمدة وهمية هذه طيب زاوية السقوط أيضا هي زاوية مهمية تقدر بالتقدير وهي الزاوية المحصورة بين شعاع الساقط والعمود المقام أيضا بالنسبة للزاوية الأنعكاس يمكن أن نعرفها بشكل سريع أيضا وهي الزاوية المنحصرة بين شعاع المنعكس والعمود المقام طبعا في حال وجود الأنعكاس المنتظم في أغلب الأحيان سوف يكون لدي زاوية الأنعكاس تساوي زاوية السقوط يصنف الأنعكاس الضوء على حسب السطح العكس له إلى نوعين إذن إلى هنا تكلمنا عن تعريف الأنعكاس وبعض المفاهيم المهمة وهي أربعة مفاهيم أشعاع العكس العمود المقام زاوية السقوط زاوية الأنعكاس يصدنا في الأنعكاس الضوء حسب السطح العكس له إلى نوعين هما أنعكاس منتظم وأنعكاس غير منتظم طبعا من هذه الصورتين يمكن توضيح أنعكاس منتظم وأنعكاس غير منتظم أنعكاس منتظم وهو الصورة العلوية ينزل بهذا الشكل ويصعد بهذا الشكل لجميع الأشعة أما بالنسبة لهذا الانعكاس فنلاحظ بأن النزول هو منتظم والصعود أو الانعكاس هو عبارة عن انكسارات أو تشعوبات لأشعة مختلفة وهذا يسمى بالانعكاس الغير منتظم يمكن قراءة هنا وتعريف الانعكاس المنتظم تردد الأشعة الضوئية في اتجاه واحد بنفس الزاوية إذن في الانعكاس المنتظم يجب أن تكون زاوية الأشعة الضوئية كلها زاوية واحدة أما الانعكاس الغير منتظم سوف يحصل لدي العكس ترتد الأشعة الضوئية في اتجاهات متعددة وبزاوية مختلفة عندما تسقط على سطحين خشين مثل الصوف أو ورق الشجر إلى آخره أما هنا تسقط على سطح سقيل إذن هنا يمكن أن ننتبه إلى أن اللعب هنا وهو اللعب في الأسطح يعني عند تغيير السطح من سطح سقيل إلى سطح غير سقيل مثلا مثل الصوف أو ورق الشجر إلى آخره سوف يحصل لدي العكاسات غير منتظمة أما الآنعكاس المنتظم سوف يكون مدروس بشكل أكبر ما قانونها الانعكاس؟ قانونه الانعكاس القانون الأول الانعكاس والقانون الثاني قانون الأول الانعكاس وهو تكلمنا عنه منذ قليل زاوية السقود تزاوي زاوية الانعكاس القانون الثاني للانعكاس الشعاع الضوء الساقط والشعاع الضوء المنعكس والعمود المقام إذن يوجد لديه هنا سلاس مصطلحات كلها تكون في مستوي واحد عمودي على السطح العكس إذن هذان القانونا هما قانونا طبعا هما قانونا نظريا ومهمة بنفس الوقت الأول وهو زاوية سقوط تسوي زاوية الانعكاس أما الثاني وهو شعاع الضوء الساقط وشعاع الضوء المنعكس والعمود المقام جميعها تكون في مستوي واحد ومتعاود مع السطح العكس طيب إذن تكلمنا هنا أيضا عن المراية المراية لو أخذنا عدسة أو سطح زجاج مسقول وطلينا أحد أطرافه أو أوجهه بمادة مثل مادة الفضة فإن السطح الآخر المقابل سوف يصبح مرأة وسوف يصبح عكس يمكن أن نتكلم عنها هنا ما المراية المرأة وهي قطع من الزجاج ذات سطح مسقول ناعم وتعكس معظم عفوا حدثة هنا لدي خطأ بسيط وتعكس معظم الضوء الساقط عليها إذن هذا هو تعريف المرأات وفق الكتاب هناك نوعات من المراية المرأة المستوية والمرأات الكروية نعرف المستوية طبعا هنا يوجد لديها كلام نظري بشكل كبير يمكن أن نتكلم عنه بشكل سريع بسيط طبعا هي قطع من الزجاج سطح مسقول ناعم أملس مستوي ويطلع أحد أوجهها بأزبق أو في الزات الأخرى إلى هنا يمكن الانتهاء من تعريف المرأة المستوية ما صفات الصورة المتكونة في المرأة المستوية هذا الكلام مهم يمكن أن يأتينا في الامتحان عند وضع جسم أمام مرأة مستوية فإننا نشاهد صورة لأجسم لها ب واحد كبر الجسم اثنان معتدلة معكوسة جانبيا يجب أن ننتبه إلى هذه الصفات ثلاثة وهمية تبدو خلف المرأات إذن إلى حد الآن أخذنا ثلاث صفات الأولى كبر الجسم اثنان معتدلة معكوسة جانبيا ثلاثة وهمية تبدو خلف المرأات أربعة بعض الجسم عن المرأات مساويا لبعض الصورة عنها يعني بعض الجسم عن المرأات يساوي بعض الصورة إذن هذه الصفات الأربعة هي من صفات المرأات المستوية ويجب أن ننتبه إليهما إذن المرأات المستوية نعيد التعرف بشكل سريع هي قطة من الزجال سطح مسقون نعيم أم لاس مستوي ويطلع أحد أوجهها بأزباق أو في الزات أخرى أما بالنسبة لصفات الصورة فيها كما قلنا يمكن أن تأتينا سؤال في الامتحان أو يأتينا سؤال في الامتحان بشكل سريع ما هي تعريف المرأات المستوية وبنفس الوقت اذكر صفات الصورة المتكونة في هذه المرأة الصفات الصورة المتكونة هنا كبر الجسم ما تدل معكوسة جانبيا وهمية تبدو خلف المرأة بعض الجسم عن المرأة مساوي لبعض الصورة عنها تطبيقات المرأة المستوية أين يمكن أن نستخدمها تستخدم في المنازل وفي صالونات الحلاقة والمحلات والمعارض طبعا هذا الكلام بسيط جدا لدائل إعادته تستخدم في صناعة منظار الغواصة البيروسكوب الذي يستخدم في الغواصات لرؤية فوق سطح الماء وجميعنا يعرف هذا المنظار المرأة الكروية والتي سوف نتكلم عنها أيضا بشكل سريع المرأة الكروية تعريفها هي مرأة سطحها العاكس جزءا من سطح كروي عاكس يعني المقصود فيها أتتنا كرة مجوفة سطحها الخارجي عاكس وسطحها الداخلي غير عاكس قطعنا جزءا منها فأصبح لديها مرأة كهذه الكرة هنا مجوفة من الداخل اقططع منها هذا القسم فأصبحت لديها هنا مرأة كروية طبعا يوجد لديها هنا نوعين يمكن هذه المرأة الكروية أن يكون سطحها الخارجي عزيزي الطالب هو المطلي بالفضة وبالتالي سوف يكون سطحها الداخلي هو العاكس وبالتالي سوف تكون المرأة مقعرة يعني إذا كان سطحها الداخلي أو مكان التقعر هو العاكس سوف تكون مرأة مقعرة أما إذا كان سطحها الخارجي هو العاكس سوف تكون المرأة محدبة وهذا هو طبعا موضح هنا يوجد نوعين لدي من المرايا الكروية مرأة مقارة وهي قطع من الزجاج ذات سطح سقيل ناعم سطحها الداخلي هو العاكس المرأة المحدبة وهي قطع من الزجاج ذات سطح سقيل ناعم أم لا سطحها الخارجي هو العاكس إذن الفرق بين كلا المرأتين هنا السطح الداخلي يكون عاكس هنا السطح الخارجي يكون عاكس طبعا بعض المصطلحات يجب أخذها بعين الأعتبار أيضا ولكن إلى هنا يمكن الانتهاء اليوم من درسنا وإن شاء الله نتابع في دروس أخرى إن تسنى لنا إلى هنا يمكن أن نقول بأن المنهاج تقريبا قد انتهى عزيزي الطالب ولم يبتبقى لدينا الكثير كل الشكر لكم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته